أنا أجري زاد الضهردة 3 مليون جنيه أخده بمؤدم مع باقي الأتعاب اللي اتفقنا عليها قبل كده خير يا أستوى راشب وإيه اللي جا أصل؟ ممكن تفهمني؟ الوضع المخطوف يرجع بيتهم النهاردة مش عايزين شوشرة حتى عشان نعرف نشتغل إن إحنا نقرجك على زمن التحية قريب بلد إيه؟ ممكن نفهم؟ الشريك اللي برق أو واحد من الشركة اتصرف من دماغه دولنا الرجوع لحضرتك زي ما أنا شايف كده وخطف ولد زغير من عائلة ورد اللي كانت شغالة في بيت معاليك ورد اللي عايزين نعرف دورها في قضيتنا قبل ما المأمور يشرف بس ده كله بعد ما سيادتك تتصل وتأمرهم يرجعوا الولد ببيتهم تاني أستاذ راشد أنا ما عنديش أي فكرة عن أي حاجة بتحصل بره ممكن تفهمني؟ آسف أنا فهمتك كتير أنا النهاردة هسقط وصيادتك اللي هتتكلم بس أنا شرحت لمعاليك قبل كده وقلتلك إن المحامي بتاعك زي الدكتور بالظبط وعشان الثقة المفروض ما بيننا أنت النهاردة لا هتفهمني أهو نطلع من المواقف ده كاسبانين أنا وأنت يا بطل وكمان نوقف الخطوات الغلط اللي بتتاخد على إيد ناس مش مسؤولة ممكن تضيعنا كلنا قلت إيه؟ ممكن رقم مدام كمانين آآ طب هاد أنا أين؟ طلبتها لكل عنوم موسيقى لا أنا وأجيه مش وقتك كمالي مش وقته خالص من ولد قريب ورد يرجع بيته النهاردة فورا أقولك مش وقته مش وقته الولد يرجع النهاردة بيته النهاردة النهاردة كمالي النهاردة سلام موسيقى ارتاحوا جيكوين أولا كاميليا هانم أو أحد الشركة أيا كان هيحول أتعابي على حساب اللي قلت لك عني أما الآن فحضرتك هتقولي اللي يفيدك ويفيدني ويصلح موقفنا القانون في القضية